بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة وما يكون بين الزوجين من المخالطة والمصحبة وما يكون من الألفة والوئام والمحبة وحسن الصحبة قال سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الآيات دي فيها ضوابط العلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية بين الرجل وبين امرأته وعاشرهن بالمعروف المعروف كل حسن جميل يتعارف عليه العقلاء والفضلاء وأهل الخير ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى المرأة حقوق وعليها واجبات المرأة حقوق وعليها واجبات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تعرف أغلب المشاكل الأسرية بتأتي بسبب إهمال هذه الآية إن الرجل يطالب بحقه ولا يؤدي الذي عليه أو العكس المرأة تطالب بحقها ولا تؤدي الذي عليها فكل طرف إذا أدى الذي عليه استقامة الحياة فالعلاقة الزوجية والعلاقة الأسرية بتستقيم بأمور يعني ممكن نجملها في ثلاث أمور أو أربع أولاً القوامة الرجال قوامون على النساء للمرأة تعرف قوامة الرجل ولا تنازعه في قوامته الكثير من النساء في هذا الزمان تنازع الرجل في القوامة وتقول له لا رص برص زيها زيه زي ما بتسمع في الإعلام الفاسد القوامة الأمر الثاني المداراة المداراة والتغافل من صاحب القوامة إن تريق قوامة تغافش بقى على واحدة بقى وتعمل بقى زاكي في كل حاجة لازم تتغافل يعني ترى أخطاءاً طالما أنها ليست في حق الله خذت برحض رجل ولا تكثر السنة ولا تقسم العظم لابد أن تتجاوز عنه تتغافل سموها ليه؟ المداراة هو فيه إنسان كامل ما فيه؟ صح؟ لابد أن أنت تجد نقص والحديث ده شوف جاي الحديث الثالث حديث في الباب إن النساء خلقنا من ضلع أعود فإنت لابد النبي سيصلم بيشير إن لابد ستجد ما لا يعجبه مهما بقى تقعد تنائي هتقعد تنائي عشر سنين وتوصي خمسمائة واحد وتنائيها على الفرازة وبعد ما تنائيها على الفرازة يطلع برده فيها خلل وفيها عود يبقى لابد يا صاحب القوامة لما أن تدرك ذلك فتتغافل وتداريه خلت البيت لقيت البيت مش منضبط خلت بالحظة الدنيا متكسر دنيا متشالب خلت بالحظة فين الهدوم لقيتها في البتجازة أمره مثير تعمل ولكنك شفت حكا كبيرة يعني من كبار كبيرة من كبار تغافل لا تتغافل عن حق الله تغافل عن انحقق أنت إذا كان يا راجل الرب العظيم الجليل يسامح في حقه فكيف أنت لا تسامح في حقك لابد يحصل نعمل من التغافل ومن المدارة لا تستقيم الحياة إلا بذلك أما كل شيء يحاسب عليه ويدقق فيه تأكد أن الحياة ستتكدر يدخل فيها بعد النكد والهم والغم نعوذ بالله من ذلك قد يقول لك عمورة دي حاجات مهمة عمورة أيها فلازم بذي حصل نعمل ليه من التغافل بيبقى أنه أول حاجة القوامة ثاني حاجة المدارة ثالث حاجة أداء الحق الذي عليك قبل أن تطالب بما لك ويأتي في الحديث برضو هنا في الباب أن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما حقه زوجة أحدنا عليه شوف جميل السؤال الجميل ده مش بيقول يا رسول الله ما حقي على زوجتي ما أغلب الناس بتدور على كده دلوقتي كل واحد بتدور على الحقه طيب فيه الحق اللي عليه تفرج صحي محمد طيب فين الحق اللي عليك هل أديته دايما الشكاوة كلها بتيجي من هنا فربنا سبحانه وتعالى قال ولاهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى ثلاثة أمور لما تطبقهم في حياتك الأسرية تسعد وترتاح آه تسعد وترتاح نقولهم تاني قوامة المدارة أداء الحقوق أداء الحقوق تؤدي الحق الذي عليك قبل أن تطالب بما لك آه مش تطالب اللي ليك وتنسى اللي عليك هذا لا ينبغي ولا ينبغي قال قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ففي حف للرجل أن يكون خيرا مع أهله كريما منبسطا حسنا عشرة رفيقا رحيما سخيا جوادا والجود يكون بالخلق ويكون بالمال خيرك يكون بالخلق والمال لأن يخد بالك حتى مهمة خالص أشر إليها القرآن إن جود المال يفسده اللسان فين في القرآن دي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صح ادي الواحد فقير ألف جنيه يقولك اديني جنيه راح تعطيته ألفين الراجل يقولك أزاك الله وخيرا ترحي أنت رضي عليه رضي سيء ما شوف شوه الشك تاني الكلمة أفسدت الصدقة أفسدت الإحسان صح أو من صح يجي ضيف أنت تكرمه وتبذل له الحق فإذا انصرف قلت له آذيتني آذاك الله يمش ضيف منكسر الخاطر كل ما فعلته أفسدته بكلمة صح أو مصح يبقى الجود هنا المطلوب الجود بالمال والجود محاسن الأخلاق كلمة طيبة حسن قوامون على النساء وقال تعالى وللرجال عليهن درجة ولا جزن المرأة المسلمة أن تنازع الزوج في القوام أخذت أخذت من الأمور التي سعى إليها الأعداء والمنافقون لإفساد بلاد المسلمين أنهم ينفخوا في خاطر المرأة ويلقوا في روعها أنها مثل الرجل بل ربما خيرا منه وجماعات بقى حقوق المرأة طول شو يعني خلاص النساء يعني مهضومي الحق حتى أصبح كثير من الرجال والله هم مكسرين عايزين يعملوا جمعيات حقوق الرجل لقدفاع عن حقوق الرجل أخذ ذلك ها والله استأسد كثير من النساء على الرجال بسبب بسبب النفخ الإعلامي النفخ الإعلامي وحصل في المقابل ضعف في شخصيات كثير من الرجال أخذت بلك إنه لا لم يتقل الله سبحانه وتعالى لم يتعلم ما هو يجب عليه لم يتربى تربية صحيحة فتجده ضعيف وخذ بلك والمرأة بقى يعد ينفخ فيها أنها مثل الرجل وأنها وأنها خذ بلك فتنازع الرجل في القوامة وكثير من الرجال ينقاضوا لامرأته غير العقلة يعني يريدها امرأة عقلة ها والله حتى أنت ربما سألت الرجل مباشرة ولا يستحي لما فعلت ذلك لك والله أمر الجماعة أخذ بلك تنازع في القوامة أخذ بلك وذا لا ينبغي أن المرأة المسلمة تنازع الرجل في القوامة والقوامة ليست تسلطا ليست تجبرا ليست ضربا ليست شخطا قوامة دي مسؤولية مسؤولية الرجل الحفاظ على المرأة تعليم المرأة سيانة المرأة سيانة قرامتها وصيانة عرضها والحفاظ عليها وتعليمها أمور دينية كل دي تخلى تحت تحت القوامة الأمور المصيرية في البيت وغير المصيرية المصيرية لابد أن يتخذها الرجل يكون صاحب الكلمة فيه من تتزوج ابنته من يتخذ القرار الرجل وكيف تتزوج الرجل هذه أمور حصل فيها خلال كبير قال صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها اسمع بقى كلام جميلة قال الشيخ تقي الدين حقوق الزوج على زوجته أدي معايا كده أن تجله وتوقره وأن تعشره بالحسن وأن تطيعه في غير معصية الله وأن تجيب مطالبه العادلة ورغباته الممكنة وأن تشاركه في أفراحه وأطراحه الرجل فرحان تفرح معايا زعلان تكشر انفعش بالراجل داخل زعلان وهي بتتحك بتغيزه بتتعمل تفعل ذلك فرحان وهي ايه تكشر تشارك أفراحه وأطراحه أن تحفظه في نفسها وماله أن تصون بيته فلا تدخله أجنبيا ولا تخرج منه إلا بإذنه ألا تتزين لسواه وتكتنب ما يغضبه وألا تلح عليه في طلب مرهق وأن تحافظ على كرامة أهله وأن تقوم بخدمة أولادهما وأن تعينه ما أمكن عند مرضه وعجزه وألا تنكر خيره وبره كم واحد دوله خمسطشا بعطشا الحق بعطشا الحق طبعا أنت فرحان أشأل أنت الرجل لا خذ باله خذ هو دمالك تعالى وأما حقوق الزوجة على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وأن يعاملها بالإحسان وأن يحفظ حرمتها ويراعي راحتها وفطرتها ويعينها في خدمة بيتها ويشاركها في سرورها وحزنها ويقابلها بطلاقة وبشاشة ويخاطبها برفق وليل ويوسع في الإنفاق عليها ويصون شعورها ويرعى أهلها ويحفظ كرامتها ولا يمنعها عنهم عن أهلها ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيق ولا يحرمها ما تطلب من الممكنات المباحة ويشركها في المصالح المشتركة ويعلمها إن جهلت طاعة الله أو أهملت ويحلم إن غضبت ولا يحرمها حقا مشروعا لها ويرعى حريتها ضمن نطاق الشرع والدين ويتحمل الأذى عنها ويعنى بمداواتها إن مرضت كل دي حقوق لي للمرأة على الرجل هذا لك ينبغي الرجل أن يتق الله في امرأته إن تجد في كمال الشريعة وده من محاسن الشريعة أنها وصت من المرأة ولم تصيب الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يما خطب النساء قال يا معشى للنساء أصيبكم بالرجال خلي بالكم منهم حاجش يضربهم ولا بصل الرجل بالمرأة بصل الرجل بالمرأة بصل الرجل بالمرأة إن الرجل له القوامة قال استوصوا بالنساء خيرا خطبان حضرية وده من محاسن الشريعة لأن ده الرجل هو القوام وهو القوي فلابد أن يوصى بل لابد أن يشدد عليه في ذلك عشان ما مثلا يغضل الغضب فيظلم امرأته أو يهينها أمر خطير خذ بلك جاي معنا بقى هنا ذكر أحاديث في عشرة النساء الحديث الأول اللي هو رقم 878 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبورها رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإنسان الحديث الآخر ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبورها رواه التلمذي والنسائي وابن حبان أعل بالوقف وهذا حديث حسن يدل الحديثان على تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإلى هذا ذهبت الأمة يعني اتفاق بين أهل العلم وهذا من الأمور المحرمة ومن الكبائر وكون النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك هذا يدل على أنه من الكبائر ودلت الأحاديث على أن هذا من الأمور المنكرة وأن فيه ضرر نفسي وضرر ديني وضرر بدني هذا الرجل أيضا والمرأة وأنه أيضا يوجب النفرة والتباوت بين الرجل وبين أمرأته وليس هذا من المعاشرة من المعروف ولا من السكن ولا من المودة لأن هذا فيه أضرار كثيرة ذكر بعد ذلك حديث استوصب النساء خيرا هنا بننبه على مسألة أن العلماء رحمه الله بيقولوا أن بلوغ المرام يفتقد إلى حسن الترتيب بين الأحاديث يفتقر إلى حسن الترتيب يعني هو شوف هنا بعدما ذكر حديث اندل ذكر حديث من كان يؤمن بالله واليوم من آخر فلا يؤذي جاره واستوصب النساء خيرا كان المفروض يبدأ بهذا بهذا الحديث خدس بلك لأنه عاد فذكر أمور المعاشرة دي بعد ذلك فدخل الحديث ذوات في النص فده الحديث بدأ فيه بعدين ذكر أحاديث أخر اللي هي الوصية العامة بالنساء بعدين رجع إلى ذكر هذه الأحكام فالعلماء ضحظوا أن بلوغ المرام افتقر إلى حسن الترتيب بين الأحاديث قالوا لعل الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله يعني كتب الأحاديث ولم يرتبها خذلك يعني جمعها ولم يرتبها ذكر الحديث رقم 180 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلا فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا اتفقوا عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها حديث جميل خالص في أمر الرجال بالوصية بالنساء جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ابتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فهذا الحديث فيه الوصية بالنساء الوصية بالنساء خيرا يعني كل خير ومعروف وأحسان وبر أعلى الرجل أن يزديه إلى امرأته ثم بيان أن المرأة خلقت من ضلع والضلع ده في في عوجاك وانحناء وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته تعدل الضلع ده يتعدل هيكسر يتسيب كده عوج وتتعامل معاه هذه الطريقة لإما تكسر تختار إيه بقى ما أنت لو كسرته ها مش هتعيش مع امرأة كل ما تيجب بقى تاخد ده لإما تيجب تكسره يروح إيه يكسر في إيه تعدل ويكسر تعدل ويكسر لا يبقى لازم تتعامل مع الواقع شوف الحديث الجميل لذلك أقول لك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر كره منها خلقا رضي منها آخر ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كثير من الرجال يغفل هذه النقطة الهامة في الحياة الأسرية والشيطان يدخل له مضخما للمشكلة لو شايف أو للعيب زكت فيها عيب معين مثلا لا تحسن التدبير مثلا خلت بالحظة لا تحسن التضيخ مثلا لا تحسن معاملة أهله يخلي ديها باء كل حاجة ويهمل مثلا أن هي امرأة مثلا ودود ولود خطبا لك متحافظ على البيت محبة له حريصة عليه مش كل دي موازات ولا لي خطبا لك أنت ليه بتبص للعيب بس ليه بتبص بالنضارة السوداء لا هات نضارة تانية بيضة عشان تشوف الحاجات اللي الكويزة في حاجات طبيبة فلازم تعمل نوع من الموازنة نوع من الإنصاف إذا كان فيه عيوب فهناك مميزات أخي تسبب أن حضرك وأنت إذا وزنت بين العيوب المميزات استقام الأمر أما إذا لم ترى إلا العيوب لم يستقم لك الأمر ولم تعيش مع امرأتك كل يوم لا تتجوز واحدة وطلعها كل يوم شايف وإنت لا تتحامل مع الواقع لا ترضى بما بما هو موجود فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعود فاستوصوا بالنساء خيرا مرة تانية يبقى أمر في أول الحديث بالوصية بالنساء خيرا وفي آخر الحديث بالوصية بالنساء خيرا وإذا كان الرجل والمسلم يجب عليها أن يحسن إلى الناس بالقول والفعل فمن باب أولى أن يحسن إلى امرأته إذا كان الرجل يجب عليها أن يحسن إلى جاره فمن باب أولى المرأة المرأة أقرب إلى الجار المرأة أولى الصاحب المرأة أولى المسلم العام المرأة في البيت ملاسقة لك أولى الناس بالبر والإحسان والتلطف أنت بتجد بعض الرجال هاشا باشا مع أصحابه ومع إخوانه في المسجد في الشركة وفي العمل تدخل البيت صرامة بكشر طب ليه؟ هؤلاء الناس أحقوا الناس بالإيه؟ المرأة أحق الناس بالتلطف وبعد أن المرأة تسعيدها كلمة كلمة جميلة كثير من الناس لا يحسن الكلمة الجميلة محتاج يتعلم أخ محمد محتاج يتعلم من يقول الكلمة الحلوة كلمة جميلة شوف كلمات الحب دي كلمات القراقة جزيزة ما تسألش عنها ما تسألش عن كلمات الحب دي يا سلامة ما تقابل واحد واحد راجل مش أنا أبو ده وتقول له بحبك تخير الراجل ده كلمة بحبك دي تحرك وقت دي وتنعيش وقت دي بيتأثر بقى لو بتأثرش أنا أقولك أنا بحبك تنبسط ولا لا ما بانك بقى بالمرأة صاحبة العاطفة الرقيقة لم تقول له بحبك أنت أغلى واحدة في الدنيا أنا لم أرى امرأة مثلك يا عجل كلام بفلوس هو الكلام بفلوس أو الله بصحيح يعني هو الكلام بفلوس بعض الناس يا عم قولت لحلح اتحرك مش عايز يتحرك يعني هو ده يجوز أيوة يجوز يعني ينفع خدت بالك طب ليه يا ابني أنت جاين مثل ده ليه ليه جف المشاعر خدت بالك لازم يكون عندك إيه بساطة خدت بالك والكلمات دي لها أثر جميل جد طب وصحي حدرك أنت مش مجوز أنا عادف جرب الموضوع ده مع والدتك النهار تقوح كده قد أول ما تدخل للبيت وليها أنت أجمل أم وتروح بايس إيديها وبايس راسها أنا ما شفت إزاي والله ليك جميلة عندي أنا مش عايفة أسده إزاي شوف الكلمتين دول حيعملوا إيه فالدتك توصت لها قلبها نشرح وشهادة يابني روح ربنا يكرمك ويسترك ويحفظك ويقويك ويعينك ويجعل في وشك القبول وأخذت بالك خلاص كلمتين كسبت الليه كسبت القضايا وبكلمتين تخسر القضايا برضو هم كلمتين هتخسر بهم قضايا زي الراجل الجاهل ده زيكتور بتحبني ولا أعايز الحقيقة والله يا أبدا حبيتكيش يوم بدناعه ليه ده ابن آدم ده يعني هل ده دين طب هل ده عقر إن لم يكن هناك دين فهل هذا من العقل انت بتكره واحد تقوله بكرهك بدي مرأة ملاسر ليس لك عنها غنى يعني المسكين كمان مثلا مش مجوز ثلاثة ربعة طيب خسر واحدة عنده تاني ما عندهوش لهي واحد ولا مناصة منها ولا فرار خدت بالك ما فيش فلازم تماشي أمورك لازم تماشي امورك خدت بالحضر يا سلام عمر بن الخطاب رفع إلي قضايا زيدي الصحابة تكلموا في المسألة دي خد بالك رجل كان يطلق النساء حتى صار له في الناس أحدوثة تزوك أكثر من ما أو طلق فالناس بتكلم فرفع الأمر إلى عمر خدت بالك قل له ما لك تتجوز تطلق في النساء قال له ما ذنبه وما ذنبه أمير المؤمنين انظر إلى ما يفعلن معي قالوا بيعملوا معك ايه أدخل على المرأة منهن فأقول أستحلفك بالله هل تحبينني فتقول لا تحلفني بالله تحلفنيش بالله ولا أقسمت عليك بالله هل تحبينني يغلص عليه فتقول لا فأطلقها هعمل ايه أنا هعمل ايه شوف خطأ من الاتنين يعني ممكن الرجل يكون أصلا سيء العشرة لسه ضرب مراته علقة الصبح وبعدين يجي خمس ده بعد العلقة لسه العلقة ما بردتش قل له بتحبيني حب ايه بس من اللي تيل اللي يتقول علي بتتكلم عن ايه خدت بالك ده برضه ده سؤال في هذا الوقت بعد الإساءة خدت بالك وبعد الأذى تسأل هذا السؤال ما فيش طرح الحب الاخر صار حتى زي بقتي طار اسأل السؤال في وقت ايه فقط مناسب وإن شعرت من من المقابل أنه لا يحبك لا تسأله حتى لا تؤلم نفسك حتى لا تؤلم نفسك وكون هو أحمق كمان يجاوبك يجاوب سيء ها خلاص اتدمر اللي ايه تدمرت العلاقة فدي أمور مهمة لابد للمسلم أن يعتني بها داخل في الوصية بالنساء والمعاشرة بالمعروف والكلمة الطيبة شايفكم مبسوطين خالص هتتجوزوا إن شاء الله أقولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد الله إلهي أن تستغفرك أتوبريك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر